فإذن شهادة بطرس أحبائي كانت أولا شهادة لتفرد وتميز المسيح عن سائر البشر أنت المسيح ابن الله يعني أنت جئت من فوق أنت لست مثل باقي البشر ثم شهد لسمو وتفوق المسيح هذا أعظم شيء وأكثر شيء محترم وقار في المسيحية عندما نقول المسيح هو ابن الله نعني أنه كلمة الله الذي اتخذ جسدا في ملء الزمان ثم أحبائي شهد لأزلية المسيح ابن الله الحي وأنه حي في كل الأوقات ماضي حاضر ومستقبل لأن الكتاب يقول هو أمسا واليوم وإلى الأبد ثم شهد للهوت المسيح هذه عبارة جميلة جدا وحقيقة لهوتية عميقة جدا عن لهوت المسيح سأتحدث عن هذا الموضوع بعد قليل ثم أحبائي شهد لعمل المسيح كلمة المسيح تعني الممسوح كانوا قديما يمسحون الأنبياء والكهنة بالزيت أمام مرسيم وتقوس أمام الناس لكن مسحة المسيح تختلف إنها مسحة من فوق إنها مسحة إلهية يقول المسيح أو قال عن نفسه في مجمع الناصرة روح الرب علي لأنه مسحني لأبشر المساكين ثم يقول كتاب عنه كيف مسحه الله بالروح القدس والقوة الذي جال يصنع خيرا ويشفي جميع المتصلة عليهم إبليس فطبعا شهد لعمل المسيح أن المسيح سيأتي الممسوح من الله المسيح هو ابن داود هذا ما يفيد بالكلام الذي تمت فيه نبوات العهد القديم هذا يعني أنه الملك وهذا يعني أنه المخلص الوحيد فبهذه الشهادة شهد لعمل المسيح بما سيعمل ويقوم به المسيح بعمل الكفار الخلاص على الصليب في منطقة أورا شليم القدس